شعرت أن مشروعك ربما مختلف عن المشاريع الأخرى حدثنا عنه قليلاً هابت 360 يقول لي شركت فيه بهذه المبادرة نعم هابت 360 هو تطبيق موبايل حالياً هو متاح على أجهزة الأندرويد وعم اشتغل على أجهزة الآيفون الـ IOS System الهدف من التطبيق هو أن التطبيق يمكن المستخدمين من بناء عادات جديدة جيدة بحياتهم أو إذا هنم حابين مثلاً يتخلصوا من بعض العادات السيئة بحياتهم بالإضافة لأنه كمان التطبيق بساعدهم على فهم مشاعرهم وبيقترح عليهم بعض الأنشطة يلي ممكن يتخفف من حدة المشاعر السلبية يلي بشعروا فيها بأيامهم العادية بسبب ضغوطات الحياة فالهدف النهائي لهذا التطبيق هو الوصول لساعدة الإنسان وتحقيق أهداف جميل كيف جاءت فكرة المشاركة بهذه المبادرة وأكيد كان في تحديات بهذه المسيرة حدثنا قليلاً عنها نعم في بداية 2018 كنت عم تصفح الفيسبوك فلقيت بوست من المبادرة نفسهم كانوا عم بيحكوا عن المبادرة والمسارات التدريبية يلي نحور حولها فكان أحد المسارات اسمه فولستاك ويب ديبلومنت ما كان عندي أنا اطلاع كثير ما كنت خائب بهذا المجال فشفت أنه فرصة كثير مناسبة لحتى أتعلم شي جديد فوقتها استجلت بالمبادرة أنا كنت منطلبة بالدفعة الثانية من هذه المبادرة هي ما يقاربت من أو تسع دفعات فأنا كنت منطلبة بالدفعة الثانية فهون بلشت المشوار مع مبادرت ما اليوم ببرمج عربي بالنسبة للمشروحة بالكريسكستيب بدأت بنائه ببداية 2020 وأطلقته ببداية 2021 طيب ما هي الإفادة التي حققتها يعني تقول أنه أنت تبحث عن تحدي جديد عن تعلم شيء جديد إلى أي مدى زادت المعرفة لديك من خلال المشاركة بالمبادرة نعم أنا اختصاصي مطور تطبيقات موبايل لحتى الواحد يكون قادر على تطوير تطبيق موبايل متكامل بحيث أنه يكون فيه أكثر من خدمة لازم يكون عنده معرفة بأكثر من مجال تكنولوجي مو فقط تطبيقات موبايل لازم يكون فيه عنده معرفة بالويب وأمور أخرى فالمبادرة ممكنتني من أخذ المعلومات الكافية بهذه المجالات حتى يكون قادر على أنه أنجز هذا التطبيق طيب من أهداف هذا المبادرة الوقوف بوجه البطالة المنتشرة في العالم بشكل عام والعالم العربي تحديدا كيف يمكن لمجال المرمجة برأيك أن يتيح فرص العمل للشباب؟ نعم بالنسبة للمجال البرمجة هو دعنا نقول هو لغة العصر الحالي وهو بالداخل مع كل مجال بحياتنا فأي شيء هلأ نحن مشوفه حوالينا فيه ولو واحد بالمية نسبة برمجة فأنا دائما بنصح الناس اللي حواليه أنه يتعلموا برمجة حتى لو هن نبعيدين عن المجال هو الأمر ما له معقدة هو بسيط قد تكون البدايات صعبة أو غريبة بس يعني الاصرص بديه مثابرة واستمرارية وإن شاء الله الواحد يعني بيحقق أهداف بحياته وبيقدر يبني أطبيقات أو خدمات تساعد كل إنسان بالوطلع بالنسبة لك محمود ما هي المشاريع المستقبلية التي تنوي أن تنفذها من بعض الفوز بهذه الجائزة الكبيرة نعم أنا حاليا عم أشتغل على الهبط بدي أكمل الـ iOS version إن شاء الله وبعدها رح يكون في ويب آب وفي رح يكون في سبورت للواتش اللي هي مثلا أبل واتش بعد ذلك في مجموعة تطبيقات كلها بتتمحول حول تنمية التطوير وما هي الخطط الأخرى التي تنوي القيام بها من خلال هذه الجائزة يعني هو بشكل أساسي هو أنه بلش بالستارت أب تبعي إن شاء الله لأنه لحتى تكون قادر على إنجاز هذه المشاريع اللي خبرتك عليها لا يزال يكون في تيم قادر على إنجاز هذا العمل فالخطوة الأولى إن شاء الله هي بدأ بالستارت أب لحتى تتمكن من تحقيق هذه الأهداف إن شاء الله وكان في أيضا حديث عن أنك تنوي أيضا التبرع بجزء من هذه الجائزة إلى مدى هذا دقيق نعم دقيق هو دقيق 100% إن شاء الله إن شاء الله نصف المبلغ رح يروح لصالح الأيتام المتضردين بسبب الحق في سوريا بإذن الله إن شاء الله يعني أكيد يعني خطوة مشكورة عليها بالطبع محمود بدنا نصائح منك اليوم للمبرمجين العرب أو الشباب العرب بشكل عام يلي عندهم شغف بهذا المجال ربما بيحبوا يطوروا مهاراتهم نعم هلأ أول شي بدي يحب وجهة هيك رسالة للي هننا نبعاد عن المجال أولاً لأن هنا فئة أكبر رح يكونوا موضوع البرمج هو موضوع ما لمعقد هو بسيط يعني مثل تعلم لغة جديدة أو آلة موسيقية جديدة البدايات رح تكون صعبة غريبة نوعاً ما ولكن الصبس بدي القليل من الصبر والمثابرة والاستمرارية يعني مثلاً إذا الواحد خصص له كل يوم نصف ساعة أو ساعة بحيث أنه يطلقى المحتوى يلي رح يخليه أنجز المشروع يلي ناوي ساوي طبعاً لازم يكون فيه هدف إن شاء الله رح يوصل لهدفه أما بالنسبة للأشخاص يلي عندهم المعاركة بالبرمجة دائماً بنصح أنه يتعلموا شغلات جديدة لأنه نحن يعني بعالم البرمجة كل يوم فيه شغلات بتنزل جديد فلازم نحن نواكب هاي التكنولوجيا اللي عم تصير فهذا أمر طبيعي لكل مبرمج أنه دائماً يواكب ويتعلم شغلات جديدة حتى يدر ينفذ أفكار ويواكب للتطورة يعني اليوم عم نشوف أنه صار فيه سبل جديدة للتعلم وتعزيز مهارات ربما لم تكن موجودة بالبرامج الدراسية بشكل عام هل هناك ربما مواقع معينة أو موارد معينة ممكن للشخص اللجوء إليها من أجل تعزيز هذه المهارات لديه؟ نعم بالنسبة لمبادلات مليون مبرمج عربي بشكل رئيسي فالمحتوى اللي عندهم جداً رائع أنا بنصح فيه فيه عندهم كثير من المسارات التعليمية منها مجانية ومنها مدفوعة أنا بنصح فيها بشدة لأنه المحتوى التعليمي مدروس بعناية مقدم من قبل مختصين وبنهاية أو حتى يعني خلال الكورس نفسه بيكون فيه مجموعة من المشاريع يلي الطالب بنفسها فبيكون قادر على دخول السوق العمل بشكل مباشر بعد انتهام الكورس وبالعالم العربي هل ترى أن هناك إمكانات فعلاً بمجال البرمجة؟ إلى أي مدى هذا المجال هو خصب للمستقبل؟ ورأيك أيضاً بالمبرمجين العرب ومهاراتهم بشكل عام مقارنة بمناطق أخرى من العالم نعم بالنسبة للمبرمجين العرب صراحة بالمبادرة نفسها مبادرة مليون مبرمج عربي تم تقديم أفكار جداً رائعة صراحة كانت المنافسة كثير شديدة وتحديداً من دولة مصر أفكار رائعة جداً إذا نقارن مثلاً مستوى المبرمجين العرب مع الآخرين بيظل في تفوق للمبرمجين دول أخرى ولكن الشباب العربي دائماً يعمل بحيث أنه يوصلوا على نفس المستوى وربما هذه المبادرة تصب في هذا السياق اليوم مد هذا الشباب العربي بالمهارات التي يحتاج إليها نتمني لك كل التوفيق والمزيد من النجاح شكراً جزيلاً لك من دبي الفائز بتحدي مبادرة المليون مبرمج عربي المهندس محمود شحود شكراً لك شكراً شكراً لكم شكراً